كثفت مصر وتحركاتها الدولية خلال السنوات الأخيرة لحجد الدعم للقضية الصومالية وحث القوى الدولية للمساهمة في إعادة بناء المؤسسات الوطنية الصومالية نظراً للأهمية القصوى التي تشكلها الصومال ودورها في تعزيز الأمن القومي المصري إلى جانب ذلك عقدت لقاءة قمة متتالية بين القيادتين في مصر والصومال لبحث التعاون في المجالات المختلفة خاصة على الصعيد السياسي علاقات متميزة تجمع مصر والصومال على كافة الأصعدة والمجالات خاصة في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال مصر كثفت تحركاتها الدولية خلال السنوات الأخيرة لحجد الدعم للقضية الصومالية وحث القوى الدولية للمساهمة في إعادة بناء المؤسسات الوطنية الصومالية نظراً للأهمية القصوى للصومال في تعزيز الأمن القومي المصري كما تشترك مصر في عضوية مجموعة الاتصال الدولية المعنية بمقافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية فضلاً عن العديد من الزيارات المتبادلة بين مسؤول البلدين وهو الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تعزيز أطر التعاون بين مصر والصومال على كافة الأصعدة تقديراً واعتزازاً من مصر لشقيقتها الصومال شارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراسم تنصيب الرئيس العاشر لجمهورية الصومال الفيدرالية الرئيس حسن شيخ محمود رئيس الصومال قام بدوره بزيارة لمصر استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار تعزيز التقدم المحرز في مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين إضافة لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في الصومال والتعاون في مجالات التعليم ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف مصر أبدت مؤخراً موقفاً داعماً للصومال في مواجهة التعدي على سيادتها من قبل إثيوبيا عبر توقيع أدي سبابا اتفاقية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي التأييد والدعم المصري يكشف عن علاقات قوية تضرب بجذورها عبر عقود مضت كانت مصر دوماً خلالها الشقيقة القبرى للصومال والمساند لها في أصعب الظروف